أصدقائي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمد زعرب واليوم جيدكم بفيديو جديد اليوم إن شاء الله بهذا الفيديو رح أشرح لكم موضوع مهم جدا 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 لاحظت إنه كتير من الطلاب تعاني منه وهو نتيجة الفحص العملي كتير من الطلاب يرسبوا بالفحص العملي وما بيعرفوا كيف يحللوا النتيجة اللي بتوصلهم على الإيميل بعد الإختبار وما بيعرفوا شو هي الشغلات اللي رسبوا فيها بالضبط وشو هي الشغلات اللي الفاحص يومها اختبرهم فيها عشان هيك اليوم رح أشرح لكم إياه شرح مفصل بعد هذا الفيديو أكيد رح تقدروا تحللوا النتيجة تبعكم وتعرفوا شو هي الشغلات اللي رسبتوا فيها وشو هي الشغلات اللي تركزوا عليها بعد الفحص وشو هي الشغلات اللي تتدربوا عليها مرة تانية وشو هي الشغلات كمان اللي ريفحصكم فيها الفاحص يوم الاختبار بداية هان مثل ما احنا شايفين في عندي هان مستطيل باللون الأحمر وهذا بيكون مكتوب فيه السبب الرئيسي لرسوبك في الفحص يعني مثلا هان مكتوب وهاي بتبين انه كان عندك تقصير في كتير شغلات ممكن واحدة منهم أو تنتين منهم أو تلاتة منهم أو أربعة منهم طبعا هاي الشغلات هي مثلا اللي هو تشغيل السيارة أو اللي هو توقيف السيارة بالطريقة الصحيحة أو كريب شورني اللي هو الزحف يعني مثلا لما توصل تقاطع الرؤية في معدومة انت لازم المفروض انك تزحف شوي شوي بهدوء لانه الرؤية معدومة فلازم تعمل هذا الشي بالطريقة الصحيحة لازم تعرف كيف تسيطر على السيارة مش السيارة تسيطر عليك لازم تقدر تعمل تقييم لعرض وطول السيارة التي نعمت سوقها ومسار العجلات مركز السيارة في المكان الصحيح في الحقل الصحيح وكمان هذا الشي يشمال اللي هو الاستدارة لما يقول لك الفاحص اعمل استدارة ورجع لازم تعرف كيف تعمل استدارة بشكل صحيح وفي عندك الباكنينج يعني اللي هو الرجوع للخلف هاي الشغلات كلها تدخل ضمن موضوع اللي هو المانوفريرينج اكيد طبعا هلا بتسأل نفسك طيب انا كيف بدي اعرف هاي الشغلات كيف بتعرف انا بالضبط بشو راسبت اكيد راح اخبرك هلا وراح افهمك كيف تعرف الشغلات اللي انت كنت مقصر فيها في الاختبار ولي كانت سبب في رسوبك عشان تقدر تتمرن عليها بعدها بس قبل خير نمشي بالترتيب طبعا مثل ما حكينا اللي هو داخل باللون الاحمر هذا السبب الرئيسي للرسوب انزل لتحت هان انه مستطيلات باللون الاصفر هذا الشيء اللي انت رسبت فيه اللي هو الشيء الرئيسي بيأثر او بيخليك ضعيف في هاي الامور اللي في المستطيلات اللي باللون الاصفر يعني هذا الشيء اللي انت رسبت فيه بيأثر على هاي الامور كلها اذا جينا بعدين تحت المربعات اللي باللون الأصفر هان رح تلاقي الأسباب الرئيسية اللي كانت سبب في رسوبك يعني الشغلات اللي انت كنت ضعيف فيها يعني مثلا في انه هان أول واحدة مكتوب لك يعني الضوار كنا منعرف انه الضوار بس شو الضوار هان بكون انت كنت مقصر بشي من أمور الضوار يعني مثلا انت ما عطيت غماز في الوقت الصحيح انت ما عطيت غماز أصلا أبدا انت مات مركزة صح قبل الدخول للضوار أو ممكن ما بدلت صح جوه الضوار أو انت مثلا اصلا ما طلعت صح من الضوار هاي الأمور كلها وارد واحدة منهم تكون عملتها فبما انه مكتوب انه كان عندك ضعف في الضوار معناته شغلة من هاي الأمور وأكيد بما انه انت كنت عم تسوق فأكيد انت عارف حالك بشو قصرت داخل الضوار وعنها الشغلة الثانية اللي هي مكتوب عليها وهي بتعني التقاطعات يعني انت كان عندك تقصير في التقاطع من التقاطعات اللي انت دخلتها ممكن يكون في التمركز ممكن يكون في اي شي داخل التقاطعات وعننا الشغلة رقم ثلاثها اللي هي مكتوبة لها وهاي معناها اللي هو الدخول لطريق الريفي كيف انت دخلت على الطريق الريفي هل دخولك كان صحيح ولا لا طبعا بما انه موجودة في الاسباب اللي كانت سبب من رسوبك فهذا يعني انه انت دخلت على طريق الريفي في الاختبار بطريقة خاطئة مش متل ما لازم يكون او مش متل ما لازم انت كان لازم تفود بالطريقة الصحيحة فكان عندك تقصير بهذا الموضوع الشغلة اللي بعدها كمان وهاي اللي معناها حق للقيادة يعني انت كان عندك تقصير في قيادتك داخل حق للقيادة تبعك وعنها الشغلة اللي بعدها واللي مكتوب عليها وهاي بتعني طبعا اللي هو تبديل حق للقيادة انت كان في عندك تبديل حق القيادة بشكل خاطئ خلال الفحص احنا بنعرف التبديل الصحيح لازم يكون اذا كان من حقل لحق الآخر لازم اول شي نطلع في الامراية الخلفية وبعدين في الامراية حسب الجهة اللي بنا نبدل الحقل عليها اذا كان على اليمين مثلا امراية اليمين الجانبية وبعدين الزاوية الميتة لليمين وبعدين اذا ما في حدا بنعطي غماز وننتقل فانتهان كان في عندك شي خطأ بجوز انت عطت غماز اول شي وهذا الشي اللي انا بلاحظه بيصير مع الكل خاصة لما يتوتر او خاصة لما يكون بدي يبدل بسرعة دائما الطالب بيعمل اللي هو بيعطي الغماز اول شي وبعدين بيطلع الزاوية الميتة والمراية وطبعا هذا الشي خاطئ بالنسبة للفاحص وعندنا هاني الشغلة الخامسة اللي هي الموتور او اللي هو الموتور ترافيك ليد وهي معناها اما الطريق السريع او طريق الاتوستراد كان في عندك تقصير في هذا الموضوع يكون الفاحص اخذك على واحد منهم وانت بجوز مثلا ما دخلت صح او ما طلعت صح او ما سوقت صح داخل الطريق وعندنا هالرقم ستة اللي مكتوب عليها وهاي يبدأ ان يتقاطعوا الاشارات الضوئية يعني التقاطعات اللي بيكون فيها اشارات مرور ضوئية ممكن يكون فيها اشارة ضوئية دائرية وممكن يكون فيها اشارة ضوئية سهم فانتهان كان في عندك خلل في انك تسوق في هذا التقاطع او مثلا ممكن انت ما كنت فهمان اذا الاشارة الضوئية مثلا وبدأك تروح لليمين هل المشاو الدرجين على اليمين اشارتهم فاتحة ولا لا المقابل شو اشارة وازا بدأ روح لليسار او اذا كان عندي سهم هل انا كنت معرف ان الاولوية الي بس علي انتبه وخلص فهذا بخص اللي هو تقاطع الاشارات الضوئية اخر شي مثلا هال في النتيجة مكتوب وهاي معناها الانعطاف من الطريق الريفي يعني انت ما نعطف من الطريق الريفي بالطريقة الصحيحة والمطلوبة واللي كان لازم تعملها بشكل سليم في الفحص هان بكون حطلنا الشغلات اللي احنا رسبنا فيها واللي احنا عملناها خطأ في الاختبار وهان بكون كتب لنا يوم بشكل مفصل عشان اعرف انا بالضبط شو هي الشغلات اللي انا رسبت فيها طيب كيف بدي اعرف شو هي الشغلات اللي فحصني فيها الفاحص يوم الاختبار هاي هي الشغلات تحت هدول هدول كلهم هي الشغلات اللي فحصني فيها الفاحص خلال الفحص وهدول الشغلات اللي انا رسبت فيهم من اصل هدول يعني مثلا عندي هان 1 2 3 4 5 6 7 8 في عندي هان 8 نقاط الطالب هان رسب فيهم من اصل 1 2 3 4 5 6 7 8 19 11 12 13 14 الفاحص هان فحص الطالب في 14 نقطة ومع الاسف الطالب رسب في 8 نقاط او كان ضعيف في 8 نقاط من 14 نقطة فهيك احنا نقدر نحلل اللي هو النتيجة تبعنا ونعرف شو هي الشغلات اللي انا رسبت فيها وضمن اي موضوع وشو هي الشغلات اللي فحصني فيها الفاحص وفي هان فيه شغلة مهمة جدا بدي نبهكو عليها كان مكتوب وهاي الشغلة بتعني انه الفاحص يتدخل في الموضوع في الفحص يعني كان الطالب عامل شغلة كبيرة استدعت من الفاحص انه يتدخل في الموضوع ممكن كان وقف السيارة او عمل اي شيء المهم نعرف احنا اذا تدخل الفاحص مع الطالب في الفحص هذا يعني انه الطالب اكيد عمل شيء كثير غلط وبهيك ونكون وصلنا لاخر شيء معنا لليوم اتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا اتمنى ان شاء الله بعد الفيديو تقدروا تحللوا كل واحد نتيجة تابعوا بدون ما يسأل حدا وكالعادة لا تنسوني من دعواتكم